قالت اللجنة القائمة على مشروع إيواء النازحين في عدن إنه لم يعد هناك أي منطقة آمنة في المناطق الواقعة تحت ميليشيا الحوثي وقوة المخلوع في مدينة عدن وفي السياق ذاته حذرت منظمات إنسانية من استمرار تفاقم الأوضاع الأمنية المتردية ونعدام المشتقات النفطية في عدد من المحافظات بالإضافة لنعدام المياه الصالحة للشرب ما أدى لانتشار عدد من الأمراض الوبائية في أوساط السكان رغم النقص الشديد في المياه تتكاثف هذه القطارات هنا لعلها تروي عطش هؤلاء فمن لم تقتله الحرب يتكفل به العطش في وضع كارثي تعيشه اليمن إنسانيا واقتصاديا وسياسيا نحن محاصرين حاصروا هؤلاء اليهود الحوتاء لا ماء لا كهرباء المجال طفحت البعض قبل بدء الحرب كانت صنعاء مهددة بنظوب المياه بحلول عام 2025 يبدو أن هذا التنبؤ أصبح حقيقتا اليوم لكن في كل أرجاء اليمن الحرب عجلت بالكارثة واختصرت عشر سنين لتحل هذا العام الأسوأ من كل هذا أنه بالرغم من اختلاط المياه بالمجاري في بعض محافظات البلاد تجد الأهالي يقبلون عليه من مسافات بعيدة للحصول ولو على القليل منه فليس أمامهم بديل آخر ملايين اليمنيين محاصرون دون مياه صالحة للشرب أو مشتقات نفطية مما يجعل الحصول على الماء شيئا أشبه بالمستحيل خاصة في المدن التي تدور فيها اشتباكات وتقصف بشكل شبه يومي مما ينظر بمجاعة جديدة تضاف إلى مجاعات العالم ترجمة نانسي قنقل